موسيقى صباح الخير ونهاركم سعيد من ال LBCI يحتفل الموارين اليوم بعيد مار مارون ورأس الدولة الماروني غائب عن كرسيه الذي كان يتقدم الحضور في الكنيسة لأن اللبنانيين ما زالوا عاجزين حتى الساعة عن انتخاب رئيس للجمهورية والمفارقة أن كل الفرقاء في الداخل ومعظمهم في الخارج يلقون بكرة الرئاسة في الملعب المسيحي وتحديدا في الملعب الماروني حيث يبدو أن هناك استحالة في الاتفاق على مخرج من المأزق الرئاسي ولسيما في الحوار المرتقب بين ليماد عون ودكتور جعجع إذا أن موضوع رئاسة الجمهورية أصبح كموضوع السلاح والتدخل في سوريا في حوار المستقبل حزب الله لا مقاربة له سوى من باب رفع العتب لا من باب البحث الجدي والفعلي عن حل فالجنرال متمسك بالرئاسة وحزب الله متمسك به وبالرئاسة وانطلاقا من هذا التمسك يطرح الدكتور جعجع مخارج للحل ولكنها في النهاية تبقى مرتبطة بقبول ليماد عون للتنافس في مجلس النواب أو للقبول بمرشح ثالث أصبح يعرف بالرئيس التوافقي ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم رئيس موقع الكلمة أونلاين الصحفي الأستاذ سيمو أبو فاضل أهلا وسهلا فيك سيدان صباحا خير بدنا نشوف مثل العادي حركة السير على الطرقات منطقة الدورة حركة سير طبيعية كمان مشهد آخر من منطقة الدورة الكارانتينة الحركة طبيعية جدا منطقة المرفق كمان الحركة فيها طبيعية ما في أي عاجئة سير يعني اليوم عطلة رسمية لمناسبة عيد مار مارون بولفار شار الحلو كمان ما في أي عاجئة سير لا باتجاه المرفق ولا وسط بيروت ولا باتجاه الكارانتينة ساحة ساسيم بالأشرفية كمان الحركة فيها طبيعية شارع الحمراء حركة خفيفة جدا كورنيش المزرعة الحركة طبيعية طبعا مع توقف عند التقطعات طريق المطار المدينة الرياضية الحركة فيها أيضا طبيعية جدا أول شيء استثموا يعني نعيد عليك بعيد مار مار مارون نعيد على اللبنانيين والموارنين والموارنين تحديدا صح السنة الموارنين كيف معايدين بالبنانيين يا دمان مارون هو باللاشت إذا بدنا نبلش كيف معايدين عم نبلش بعرض وقع مأساوي لأن العيد يعني إياسا إلى دور الموارنين وتاريخهم هو استمرارية لدورهم ببلد اعتبروا بلحظة تكوينوا يعني بناءه أنه هنا ندور فيه دور أساسي بس عنده ندور فيه أنه من الحضور السياسية والسقافة اليوم إذا بدنا نقول العيد اليوم ما بدنا نبلش إلا باستعراض وضع مأساوي اليوم الوضع المسيحي بككل لأنه هو تأثر بالواقع الماروني هو وضع مأساوي الموارن اليوم المسيحيين بأضعف مرحلة وصلوا إلى ومش معناتها أنه مش راحين على الأسوأ يعني مش راحين على مرحلة بعد تكون مدون الواقع هن فيه لش شايفهم بأضعف مرحلة يعني اليوم كله الراكدين عند المسيحيين وبيقولوا لهم طعوا أنتوا كرة الرئاسي بيملعبكم طعوا تفقوا على رئيس الجمهورية ونحنا نمشي مثل بابتكم هيدا ضعف ولا أول دعنا نبدأ بهذا الموضوع أولا هذا الكلام نبدأ بلش يتغير يعني كلام نائب جمبلات أنه هذا موضوع وطني معناته أنه أخذت وقتهم بالنقاش يعني أخذت وقتهم التيار الوطن الحر والقوات مني بالنقاش بالتفاهم على رئيس مسيحي بعدما كان رئيس سعد الحضيري قال أنه هذا كمان موضوع مسيحي بتفقوا لمسيحيين أنا بقبل فيه يوم بدأت أمور تتغير بعدما بيين أنه الحوار بعناتهم مش ممكن يؤدي إلى إنتاج رئيس بدأت ما اجتمعوا الدكتور جعجا وليما دعون يطولوا بالون عليهم؟ دعنا نرجع إلى نقطة الأساسية اللي بتقول أنه أنت حكيتها بالبداية بموضوع شو طال لح الدكتور جعجا وشو طال بالعماد عون عند العماد عون في نقطة واضحة كتيرا دعنا نحكي بالوقع في أستاذ كنعان وأستاذ ملح مليش عم يعملوا حوار من خلفية حريصة على الوضع المسيحي هذا واحده لكن هناك حسابات مختلفة عند الدكتور جعجا وعند العماد عون اليوم عماد عون يقول أنا أمثل أكثر معظم المسيحيين وأنا الأقوى واليوم أريد أن يرسل خسابة رئيس المسيح الأول لن يأتي نتيجة تسوية تفهم القوى ويكون أسيرة اليوم هم تمثل بترشيحه الدكتور جعجا يطرح الكلام بيقول أنه إذا اتفقنا اثناناتنا على الرئيس بيكون الرئيس قوي لأنه لا يوجد إمكانية وصول العماد لأنه عدة عواقق من هون هذا الموضوع لا يمكن أن يصل لحل لأنه عماد عون يطرح أنه أنا وأنت الأقوى من الثالث الأقوى يعني لا يوجد أحد يشبهنا تنسلم فيه ونقبل فيه عادة عن أنه هناك نقاط إلى علاقة بكثير مواضيع تتخطى المواضيع اليومية التي يتحدث فيها حولها حوار التي يتحدث عن علاقة بقانون الاتخاب والرؤية المستقبلية عادة عن أنه مش ممكن يتفهمه على خلفية مواقف سياسية يعني إذا مستعرض من أسبوع إذا بدنا نقول بدوا يتفقوا يعني على العماد عون هذي شغلة صعبة والعماد عون مش ممكن يقبل برئيس آخر يعني أولا هذي النقطة اللي عم تنطرح من عند العماد عون مش ممكن يعني تتخلى عنه تركب التفهم مع دكتور جاجع أنه أنا اليوم أنا ويكل قوية وأنا كوني أكبر سنن وأنا اللي عندي الكتلة أكبر أنه أنا تعالى رشح نتبلش أنا ونجيب رئيس مسيحي قوي لما هون في خيال سياسي قوي يعني العماد عون زار سعودية من جمعة عشرة أيام وقدم التعزي بالملك السعودي وهنا جديد بالنتيجة بعدها قال من 24 ساعة كان فيه اجتماع اللي تكتل التغيير والإصلاح بيقول فيه أو بيطالب فيه بالتنسيق مع الجيش السوري ولموضوع يعني مواجهة الإرهاب والتنسيق مع نظام السوري كمان تان يوم سيقب فيه انتخابات جولة انتخابية لرئيسة الجمهورية بيطلع سامير جعجع بيقول أنه أو بيرفض هذا الكلام يعني المواضيع الأساسية اللي هي فيه الدعم الواضح لحظ بقال الله للعماد بشارعون يعني ما مننسى يعني الوفد ياللي طلع وشو قال استاذ محمود أقماطي الحجب حمود أقماطي ياللي طلع قال رح نبقى هون مهما العالم قال وما منترك عون ولم نرضى بداله يعني هذا كان تصريح من الرابط يمي كم يوم ما في شك ما في شك انه بموضوع يعني بموضوع يعني بموضوع التزام حزب الله مع العماد عون ماشي اليوم طالما بعد ما فاتت المنطقة أو ما صار فيه تسوية بالموضوع ممكن باللحظة التسوية اللي تخلي يكون فيه إفراج عن الاستحاق ممكن باللحظة يعني الحزب الله يجارب مع العماد عون انه انه يجارب يعني ما يمشي انه يقل له انه ما فيه إمكانية مثلا اذا فيه قوة سياسية رفضة هنا رح يجارب اول شي العماد عون يبقى كمان على الساحة وانه هو مرشح وانه الظروف الاقليمية مساعدة لقاله وعم بقولها العماد عون بمجال صور خاصة انه انا بحواري مع الدكتور جعجع انه اذا ما بده يؤيدني انه فيه قدامه هيدا الشهر بعدين انا مش بحاش يقول له لانه الظروف الاقليمية والدولية بده تكون مساعدة لانتخابه يعني العماد عون عنده رؤية بحساباته هو انه الامور رايحة لصالحه بشان هيك انه مستند علي انه التحالف اللي هو فيه حلف الممانعة بده يتقدم وضعه بالمنطقة قادر يفرض رئي جمهورية بالابنان او من باب التسوية يفرضه وحس بألا متمسك فيه هيدا النقطة قوية موقفه عادة عن انه اعتبار انه هو الأقوى يعني شعبيا ونيابيا وسياسيا يعني برأيك الحوار بينه دكتور جعجا والعماد عون لن يصل الى اي نتيجة بموضوع الرئيسي هي موضوع الرئيسي هي نقطة المحورية هاي المحورية من هون انه مفترض كان نرجع لنقطة الاساسية انه يكون فيه يعني موضوع له علاقة بالدور المسيحي بالدور المسيحي دون ما يكون الهدف منه انه يروحوا نحو يعني يكون فيه منطق القبيلة او منطق يعني ما بقوله العصبية اليوم قوة المسيحية ظهرت من 2005 قبل كان فيه وصاية سورية وكان فيه اجهزة امنية كانت امعتن كان واحد منهم بالمنفى واحد منهم بالسجن اكثر من واحد كانوا بالمنفى كانوا بوضع مقسابة كان بالسابق سير بسام كان فيه تركيبة اسمه ارنت شهوان كان اذا حكي احد مسؤولينا يعني اذا حضرتك اعلام ورفاقت هذه المرحلة كان اذا حكي سامير الفرنجية محفظة القابة او فارس سعيد او اي مسؤول منها كانت تشوف انه يعني الواعع السياسي بالبنان يتأثر اليوم القوة المسيحية ان كان العماد عون او ان كان دكتور جعجع او رئيس الجمال او فرنجية اي واحد يحكي كلمة بتشوف الامور مستمرة يعني الوضع المسيحي اليوم ما عد مؤثر على مصار الاحلاس بطل بطل فيه تأثير هذا التأثير كان مفترض بين الفين وخمسة يتأهل يعني بعد ما سقطت الويساية يكون فيه حضور اكتر اليوم لا ما ننبين هيك نبين فيه تراجع مسيحي بالدور السياسي بالدور الاداري بالمؤسسات فيه تلكق من الخوة المسيحية بايجاد رؤية لاستمرارية المسيحيين وكذلك الكنيسة من هون انا عملك الوضع المسيحي مأساوي اياسا اذا بتشوف التواقف الاخرى بتشوف النائب جنبلات على طواضع حجمه كيف بتطلع يعني بعيدا عن منطق اللي هو منطق يعني المش مقبول والمحصصة والمحصصة كيف بيحمي طايفته شوف الطايف السنية الرئيس الحريري كيف بيحمي طايفته ومن كانوا بيرفضوا هلأ المنطقة المذهبة خلنا نشوف المعادلة الشعية عند الرئيس بري المسيحيين ابدا غيبين كليا عن اولا موضوع الادارة وغير مؤثرين بالمعادلة السياسية غير مؤثرين كيف يعني غير مؤثرين اليوم لا تأخذ وجهة نظر المسيحيين بعين الاعتبار مع انه اليوم يعني الفرقاء المسيحيين بيقولوا لك انه العمال عون هو مؤثر لدى حزب الله والدكتور سمير جعجة هو مؤثر لدى طيار المستقبل يعني اكيد بيتأثروا فيهم بس كمان يؤثرون انا ما نشوف بهذا الوع هنحكي انه القوة المسيحية هي يعني وقت باللحظة من اللحظات غيبت حالة بكتير محلات تحت شعار ارضاء فريق الآخر وعدم اظهارة انه هي عندها الخلفية متمسكبة تنقول مسيحيتها او مذهبيتها هذه كتير اثرت ضعفتهم بوقت انه يعني الواحد منهم بده يعمل زعيم على بيقته وعلى منطقته بس هو بعملية ملحقة للآخرين وين بتقلي انه مؤثرين بأي معادلة بمعدلة التمديد يعني مثلا او بمعدلة عدة محطات صارت تبين انه موضع المسيحي كان ملحق بتفهم بين تيار المستقبل وحسب الله ما كان هو يعني حتى لو كان معطل التمديد ما مشي قال رئيس نبيه بالراء الا ما مشي القوات اللبنية بس كانوا كانوا ناطرين القوات اللبنية ليشوفوا اذا بوافقوا او ما بوافقوا حفاظا على ما يسمى الميثاقية الميثاقية بس بالنتيجة كان الخيار شو مين بدأ بطرح التمديد ورغبة بالتمديد للمجلس النواب مش تيار المستقبل رفضت القوة المسيحية بعدة محلات رفضت عم ترجع بالنتيجة لانه ما عم بتكون مشكلة هي ما بتكون مكونة رؤية المتقدمة بالموضوع التمديد يعني موضوع التمديد صار ورانا بس القوات اللبنية بتقييدها باللحظات الاخيرة ما عم تقدر اليوم تشيل من الاهزان انه هي ما تأثرت بطلب من تيار المستقبل اكتر ما هو انه رؤية هدف الحفاظ على النظام هيدا عدم موجود المبادرة وعدم الرؤية الوسعة والتوقف على يعني التطلع الى بعضهم بدون ما يشوفوا شو عم بيصير بالمقلب الاخر هيدا خليهم يكونوا مؤخرين واضحة بعدة محطات طيب اليوم عم بيجربوا يعملوا هذه المحاولة للتنسيق بينياتهم براك يعني لن تصل الى اي نتيجة هذه المحاولة القائمة ما نحن عم نقول اليوم عم تقول انه مش عم بيطلعوا على اللي عم بيصير احولاين ومش عم بيبادروا نعم يعني بشو بدون يبادروا كان عمال عون ولا الدكتور سمير جعجا يبادرون بماذا مثلا يبادرون بموضوع رئاس الجمهورية جيقولوا نحن عندنا مبادرة بدنا نطرحها او نحن عندنا مخرج للحال بدنا نطرحه وتشرفه مشو معنى في مبادرات عدة في تاخدها بالموضوع هيك العادي اللي هو بيعني كل الناس وفيك تاخدها بالموضوع المسيحي وفيك تاخدها بالبعض الوطني انا عم اقول ترجع لنقطة اساسية صارت من ثلاث سنوات عندما كانوا تأخروا فيها يعني بدأوا يفوتوا على الحكم بالتداول احيانا يكونوا الطيار جوه احيانا يكونوا القوات احيانا الكتائب احيانا المرضى بمعنى بين 2005 واليوم خلنا اخذ على الموضوع اللي هو وضع الادارة بشكل عام صار فيه كانوا شهود زور ببعض المحطات على انحصار الحضور المسيحي بالادارات يعني مثلا وقت اللي تم ابعاد المدير الأشغال لفادي النمار انا بحكيك كم مرعب القوى المسيحية ما حدا اليوم ما حدا منهم قارب الموضوع ما اعتبر انه ما بدوا يعمل تميس مع الوزير العريضة لانه كان عم يشتريهم بكم كان بنوزفة وبنفس الوقت ما كان بدوا يعملوا تميس مع نائب جنبلاط لا اعتبر انه اليوم عبارة انتخابات باعرف نائب جنبلاط تأثيره وردة فعله انا عم بقول لك بكل اناع انه كانت الحسابات الصغيرة بحركة كبيرة يعني اليوم بتشوف الموضوع الاداري بالموضوع البظائفة غيبين عن الموضوع نجتمعوا ببكركي نجتمع توقع الاحزاب الاربعة والربط المرونية والمؤسسة المرونية الانتشار ومؤسسة نابورة ونحكى بعدة مواضيع اليوم ما حدا بيحمل هذا الموضوع وبيمشي فيه ما كمان اذا الفريق الآخر بيقول انا بدي المسيحيين بالدولة اليوم وانا بحاجة للمسيحيين المسيحيين هني ما عم بفوتوا علىها ما عم بيطرحوا حالهم على الدولة اكبر فريق مسيحي اليوم لا اسمه اللي يطلب ازيز فيما ورخص السلاح ما عم بيطلع كيف تعزيز الحضور المسيحي تأمين استمرارية حضور المسيحي كيف تقدر تعمل هذه الاحزاب المسيحية اذا المسيحيين هني يعني مستنكفين عن الدخول الى ادارات الدولة اليوم في دورة لقوى الام تقدم عليها 26 الف بدهم بدهم ياخدوا يعني 4000 دركة تقدم عليها 26 الف من بين 26 الف تقدموا فيه 4000 مسيحي شو ذنب الاحزاب المسيحية بهذا الموضوع بيطلع الشباب المسيحي بيقولك انا شو بدي اشتغلوا مع عملائي شغل ليش ما بدي يروع على مؤسسات الدولة ليش ما بدي روع على قوى الامن بيروع على غير المؤسسات لانه لانه اولا بالزمن السابق كان فيه بتصرفات بيادة الجيش خلت المسيحي بالجيش يشعر انه هو موحصن هذا كانوا بكل مسيحيين لا لا خلان بدي لك المنق ما هو هذا الفراغ خليه ما يكون فيه رابط نفسه كمان قوة عليها هي تحفز تشجع تقولهم بيكون تفوتوا على المؤسسات المؤسسات هي الضمانة ما بتسمع موقف يعني طلع من مدى يعملوا لقاء مواحد بس هذا مش كافي يعني اليوم بدون يجوا يحكوا في قلية عندهم كيف اليوم بس يطلع بيانوا موقفوا بس يكونوا بدون يسجنوا نقطة على بعضهم خلنحكي بالامور هيك بطريقة كتير سطحية اليوم انا بحكيك ما شفت وبتابع هلا الموضوع ما شفت لا مزكرات داخلية ولا حركة داخلية ولا حراك داخلي انه روحوا يا شباب فوتوا على المؤسسات فوتوا على الدولة لا ابدا مش عم يعملوها انت تابع انت تابع المواف لازم يعملوا عن هذه المواضيع طبعا الى دور اليوم اليوم يشتغلوا بهذا الموضوع اليوم عم نحكي ايه ما عم نحكي كلام بدون واقع اليوم بروح على بورة روح عند المطران زايدان روح عندهم عندهم عم يعملوا الليجان وشوف كيف يتعطوا معهم الأحزاب ما حدا روح عم يحكي الأحزاب ما ننسألني نبارح من مدى نعمل تقرير انه مودي العام بالأشغال مسيحي تم استبداله بموافقة وزراء اتناش وغيروا عن بيصير هاي عن اي موضوع مسيحي وهذا بترابلس شو صار بقصة العميد بترابلس يعني اللي صار بترابلس انه صورة كتير سودة عن التعاطي عن مستقبل التعاون المسيحي الإسلامي اولا بموضوع مدير الجامعة انه بتتفاجأ انه رئيس ميقاتي اللي هو معتبر حاله كان رئيس حكومة وهو انه بعضه وطني بينزل ع اخر زاوية بالشارع الترابلسي تيتصرف بطريقة مذهبية وكذلك نور بالمستقبل مدير الجامعة ما بينتخب بترابلس نعم مدير الجامعة ما بينتخب بترابلس هاي العلاقة اليوم ايه العلاقة اليوم بالنظرة انت اولا من حاجة منعيز بالشريك مشان هيك اليوم اللي حكيه بترابلس واللي حكيه اخرا نائب خالد ظاهر كلام كتير يعني نقطة صودة بحركة بالحركة بسود ترابلس اولا اليوم شو عم بقاله نخالد ظاهر عم بيجي يقللهم للمسيحيين انه ما بينعيش معكم يعني عم بيجي يقللهم للمسيحي بين العملونة يعني هني اليوم يعني بقصة الرأي الاسلامية وكلمة الله ورده هو بقصة يسوع الملك وغيره طبعا عم ننقل عن موضوع الأساسي هيداك موضوع يعني اليوم نائب خالد ظاهر هو بالتيار مستقبل بالتيار بدون المسيحيين عم بيكون بتكتلة من مدة كان موجود فيها اليوم بوقت رئيس تيار مستقبل بيقول أنا حريص على رئيس المقعة رئيس الجمهورية كرئيس مسيحي بكل هالمنطقة بيطلع نائب من صفوف تيار مستقبل بيحكي بهذه اللهجة بدك تقلله المسيحيين انه ما فيه ضماني ما فيه اطمئنان يعني هذا الموضوع بيطلب من خالد ظاهر يعني هذا الموقف اللي فيه منطق داعشة بالتصرف هذا بيطلب اعتذار وتوضيح موقف لانه اليوم الشعائر الدينية رموز الدينية غير الشعائل السياسية اليوم مشان هيك التصرف المقبل هو معبر انه كمان كلمة الله والرأي وراء الرأي الإسلامي انه هواده من من الرمز السياسي انه هادي كمان يعني من الشعائر الدينية الموجودة الشعائر الدينية الشعائر الدينية لها ما كان اليوم انت ما بتشوفه ايه العام بده ايه انه اخد منطقة استهدف او تواجه ايه انه حكي عن منطقة جونة انه ما بتشوف المنطقة جونة انه حطين صليب عليه السلام بايدة بنص الساحة او تمثيل السيدة العدرة ما حطينه لا لا ما فيه متى يعني فيه مزاريات فيه عام فيه برمية بيساحات محبوطس وبراند فيه كذا فيه بس اليوم اليوم فيه انه فيه اجراء فيه فيه اجراء كامل فيه شعار ما انه دينه سياسي ضمن خطة مطبقة يمكن بكرة اذا فيه خطة بجونة معتبر هيده ضمنه يمكن تطبق بس نحن عم نحكي انه التصارف ردة الفعل اليوم اذا القوات حطين صليب مثلا على شي ساحة وازالة الشعارات الحزبية واجه حدا بده يشيل هذا الصليب الصليب المشتوب بتقوم لأيامي او ما بتقوم لأيامي انا عم قول بس بسام انه كلام ردة فعلة مخلت ظاهر ممكن ببعض المحطات انا بقول كان يحكي عن تصرفات اجهزة مخابرات كان محق فيها بس لانه مظبوط وبينيت بعدة محلات وحتى كتلة مستقبل بزيتها انتقل التصرف مدير مخابرات الشمال فيه محل يعني كان فيه تصرفات خطة يعني ان هو راح كمان المزهر راحنا محل بعيد كتير يعني راحنا محل بعيد كتير يعني طيب يعني ما فيه الملك يعني انه مش بساك ايه şekilde ايه ما فيه اول مكره يعني هذا موضوع بنائز يعني انه هذه دائرة هذا مش تمثيل موجود بساحة هذا دائرة مقام ديني موجود طيب بايك عم قال لك انه هو عم بنائز اليوم هيدا الكلام مطلوب يعني توضيحه اعتظار دائر هو مقام مقام ديني مقام ايه مش عم أنه شعار موجود على الطريق مش النهاجة نعمل مختلفة كلياً هذا المنطق يعني المذهب المتطرف ما بيوحي أنه ممكن التعايش مع المسيحين بطرابلس مسيحين بطرابلس هن بشهادة أبناء طرابلس بقوله هن علمونا هن عملوا المدارس هن سقفوا المدينة هذا المنطق منطق مغلق هذا مطلوب يعني يطلع توضيح سريع منه لأنه بيعكس مدى العقلية المتخلفة بعدين اليوم يعني تصور أنه ابنان كمان مش ناقصوا إثارة النعارات الإسلامية المسيحية يعني بعد الجو كمان المشحون الموجود بين السنة والشيعة داخل لبنان هلأ مسئبين أنه المسيحية مش مقدرين يعني يفوتوا بهذا الموضوع لأنه بيعتبروه يعني محلي بمعنى مش ناتج عن حالة عن شاملة عن طائفة عن قوة سياسية بس هو كنائب بهذا الطيار الطيار يعتبر أو يصنف طيار وطني ما لازم يكون نقطة صودة بحقه طيار المستقبل وقت النائب خلد الظاهر كمان كان عنده بعض المواقف التي تناول فيها الجيش طيار المستقبل كان واضح بهذا الموضوع وعمل رد على النائب خلد الظاهر موضوع الجيش موضوع آخر يعني أنا عم أقول كان فيه أخطاء وطلع الرئيس الحريري عدة مرات وأكد على دعمه للجيش هذا موضوع آخر يعني ممكن فيه مؤسسة فيه نيابات عامة هي بتتصرف على هلأساس بس اليوم بردة الفعل الشعبية عم تنقذ مجموعة هي بحالة قلق بالوضع بالمنطقة تقل له أنه أنا هذا النائب اللي هو معتبر أنه بتكتل يعني وطني أنه عنده بلحظة من اللحظات هالخلفية أنه بخلفية رأسه عم يرجع يتصرف بمذهبية وبتزمت وبحقد هذا المنطق مانه مقبول يعني هذه القوى المسيحية اللي عم تحكي عنها شو بدي بالسياسي عم بتقول أنت مش راضي عن أداء السياسي وعم بتقول أنه منا فاعلي بالقرار السياسي أنا مش عم بعتني نقط أنا عم بستعرض وضعها مش راضي بالنهاية تكي بس أنا مش راضي هيدا وحدة بس أنا عم بستعرض وضع أنه هي اليوم قوى المسيحية بس حتى عم بتقول عن هذه القوى غير مؤثرة وغير فاعلي بالسياسي طبعا مظم مشاكل مشاكل عم بتقوله أبعظيم، تدخلوا هذه القوى المسيحية بمسألة الكازينو، تدخلوا بمسألة البور لا تدخلوا بمسألة عميد الجامعة بالشمال لماذا تدخلوا بالبور و تدخلوا بالكازينو وعميد الجامعة تركوا لحاله حسب المعلومات فيه يمكن إحدى القوى المسيحية كانت كمان بالدراسة ومبدأية تشيله أولا في كثير محلات لا يوجد مصالح مباشرة للأسف أن القوى المسيحية تفوت في محلات خطر أحيانا ومحلات معها غيبت عنك كثير محلات بالدولة وعدة محلات المعرفصلة فيه إخصائي خكنا فيهم ما عنده الدور لا إدارة ولا سياسة اليوم تتظهر عنها ستبصة لنبدأ بالوع. اليوم كان فيه رئي جمهورية اليوم تبدأ ننزل لقوى السياسية رئي جمهورية سابق اليوم قعد ست سنوات اليوم أشدت التعينات يعني بمعنى وقت كل قوى المسيحية حده إلا عندنا السيد حسين مدير عام مدير جامعة لبنانية وفيه التباس وشك بإداراته هاي دي أخطأ فيها يمكن الرئيس وقت لقال إنه هذا الوزير الملك وعساس محسوب عليه عم يحكي بالتعيينات بعدين أنا عم قول إنه وين كان فيه يعني وين قوى المسيحية هجمت بالمعنى العام تتأمن على حضور المسيحي اليوم قبل ما يوصل مسؤول من طرفة أخرى بتلاقيه بلاش يزرع اليوم مثل ما عم يسير بوزارة الصحة أو وزارة الأشغال دي غري تحت شعر إنه عايزين نحن فرق مشان المتابعة أنا خلنحكي بالمذهبية اليوم طالما عم نحكي اليوم بالواقع الماروني النقطة الثانية اللي اليوم تطلع البلد مذهبي أنا مش خجول فيه ما عم قلت لك ياها تطلع بالنقطة الثانية تطلع بالنقطة الثانية أنت برئيسنا مين اليوم أنه ترك أقل شي عم نحكي بالموضوع المسيح مش بس إنه خلى المخيو المحافظ برغم ما فيه التباسات عن فساده عم نحكي بالواقع اليوم بتطلع القصة آخر شي لا 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 اسمعني شوي مش عم نوجه تامي عم نحكي أنه اليوم المسيحة اللي كان المسيحة الأول على إجمعية كان مفترض يحط القوة السياسية قدام أحراج يعني اليوم ما صار فيه تعينات تبين آخر شي أنه الكازينو هو رأس مال كنت قوة السياسية هكا عم قل لك أنه اليوم أنه أنت ما تقدم يعني اليوم ما كان فيه شخص كفوق بالطيف الماروني يكون محافظة مثلا هكا عم بحكي تطعت فرص للجيل المسيح الجديد الشباب الطالعين اللي عندهم إمكانيات أنا هكا عم بقصد طب آخر شي بتخدهم على الكازينو كمان ب ممكن بعض منهم عم تضبوا ما تقولوا بالدرج وعد آخر عم تعملوا توزيفات إضافية هذا الخطأ المسيح وقت المسيحي بيكون مشارك وبيكون هو عم بيكون مشارك بهذا النوع من السفقات بديدعف موقفه موضوع البور عم تحكينا عن البور طب أنه معقول اليوم أنا عم شوف اللجن اللي عم تتحرك بموضوع البور مين فيها فيها الوزير فيها الأحزاب الأربعة وبكركة وبكركة بعد بدي أقول لك نقطة بتتطلع بموضوع المرفع الوزير اللي كان من بين 11 وزير بالسبق يعني الحكومة السابقة اللي كان فيها 11 وزير التكتل للتغيير والإصلاح كان فيها الوزير نيكولا سحنوي اليوم قعد هو بالوزارة 3 سنوات صار 650 مليون دولار صاريفي يعني بالوزارة الجزء منها رحت لخلفية ومهرجانات وحواف السياسية خنحكي الوائع اللي هو رئيس مقاطع عم بقولها طب ما كان قاشع شو عم بيصير بالمرفع اليوم مش عاييمه بلا تلزيم صار بالحكومة السابقة هو كان بالحكومة السابقة أستاذ بسام تذكر الوزير العريضي كان بالحكومة السابقة في مجلس إدارة البور وين بلازم يا أستاذ سيمون هو وين كان مش عايشة يعني بمعنى كان موجود مش موجود لو ما اليوم بلش الردم لو ما بلش الردم اليوم يا أستاذ بسام ما حدا انتبع صار القوة المسيحية الأربعة سيدة مجلس إدارة البور ما عنده سلطة ما استقل لهو يلزم وهو يشير وهو يحط عنده هذه السلطة في حركة 130 مليون دولار بالدولة اللبنانية والتنزيمات وين موجود هو وين موجود نيكولاسي حين هو بالتركيبة الحكومية يعني اليوم غازل عريضي عمل هذه السفقة هو وين موجود ما بيعرف كيف ته انه بس يكون عم سكون فيه اي حاجب مسيحي عمل غلط بمحل معين بتلاقي الجميع عرفه فيه من علبراهيم وغيره عم نحكي وقري على اليوم لأ كان فيه غياب انه أنا بلتهي بالاتصالات اخر شي بس بيّن انه فيه فيه خطأ عم بيصير بموضوع المواجهة تحركت التيار ولا حقت فيها الاحزاب الاربع اليوم هلأ عم بيصير فيه تسوية بختلفة بعتقد اليوم اولا عمير عون مستمر برفع سقف المواجهة بيعتبر انه مستمر بالمواجهة وانه بده حقوق متقدمة بيعتبر انه هلأ مناسبة معه الاحزاب الاربع متقدمة شو مورا قصة البور يعني بيعتبر انه اليوم فيه تركيبة عم تركب على المرفع انه اولا نتيجتها بده حضور بالتركيبة بده حضور بالمرفع ما بده تهميش للمسيحيين وماعتبر اليوم انه فاز العمير انا بيقوم بشيبنيه ما خلني كفر عم بنائد كلامك يعني ما بنائد كلامك لا لا هو عم بنائد كلامك انا عم قول عم بقول اما هو بعدة محلات كان عميدان بنقطة اليوم هو ما اعتبر انه الاحزاب الاربعة انه معه هل عني هادي الدار بمناسبة انا حقق نتائج بموضوع البور انه اليوم هو نتيجة خطأ هو ارتكبه وزير من وزراء او ال11 وزير اللي كانوا بحكومة استرداد على الحقوق المسيحية كان هو ما اشعروا اش عم بيصير اليوم قوة الاربعة عم بتفوت بموضوع بموضوع المرفع لا استرجاع دمانات لمؤسسات مسيحية لعمال مسيحيين الى حد ما عاد عن الحضور الادارة والسياسة للمسيحيين بالمنفع اليوم بلا يبين انه بدأت امور تاخد منحة اخر بس في مسيحيين ما عرض من الحوضر الابعة بتل مين الوزير ميشيل فرعون الوزير ميشيل فرعون عم بتحرك من موقعه كان رئيس كتلة بيروتية وكان عنده رمزيته بيروتية المسيحية وعم بصير فيه اللقاءات بينه وبين الرئيس تمام سلام ويبدو الامور رايحة كمان بتواصل مع ممثل القوات اللبنانية استاذ حصباني راحين على رؤية جديدة انه على اساسها انه منعيد النظر بالكونترا لانه اليوم في كتير امور ممكن تتخفض اسعارها اليوم النفط نزلت اسعاره يورو نزلت اسعاره فينا نعيد النظر فيها فينا نعمل عدة 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 تصورات للكونترا للعملية للاتفاقية للعملية عليها في حركة ممكن توصل نتيجة بين فرعون تمام سلام والقوات اللبنانية هاي دي هلأ اذا كانت عقلة موضوعية وجدية بدك هلأ التيار يقبل فيها لانه التيار اخذت قوة المسيحية على مطلح ما هو بده يعني العماد عون هون اخذوا لمكسب ممكن يكون سقفه مسيحي بس بمحل لانه انت ببلد كنا منعف انه بلد تسويات ما في حدا يربح بالمعركة كاملة اليوم فيه رئيس برر بالواجهة فيه نائب جنبلاط فيه رئيس عفوا رئيس سانورة فيه مجموعة قوة بيانت بالبلد بس يكون فيه موضوع من هالنوع رح يكون اخر شي فيه وتسويه بشأن هكا الحل التاني اللي عم ينعمل بموضوع يعني على حل رئيس تمام سلام وفرعون والقوات ممكن يكون هو الأفضل لانه فيه واقع بشكل ضمانة لحقوق المسيحيين وفيه ضمانة للعاملين وكذلك بخلي القوة السياسية كده سواء كل واحد داخد دوره بالطريقة المطمئنة هلأ هيد الموضوع كيف بده يستمر بالسياسة بكرة بعتقد التكتل بده يطرح ورقة يقول انه كل شيء وضع البور منه منه انوني بعتقد الوزير الجريسات عم بحضرها عم بحضرها يعني الأمور بعدها تصاعدية نرجع لتاريخ البور بيعتبر عند العمدعون فيه يعني فيه أنه بأساس اللجنة هي مش شرعية هي مؤقتة ما قال حق التصرف يعني عم يطلعوا هني بالأساس هلا هيدا الأمور مش أول مرة يعني بتصير فيه تسويات بالبلد والعمدعون انه فات بتسويات جزء منه إطاحة بالوزير شير بالنحاس كانت نتيجة تسويات فالتسويات ورد عند العمدعون بس حسب الحجم اللي هو بياخده طب رح ناخد أول بريك إعلاني ومنتابع نهاركم سعيد وانا عود لمنتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع الأستاذ سيمون أبو فاضل طب اليوم يعني رح يحتفلوا لموارني بعيد مرمرون رح تكون أو ما في كرسي لرئيس الجمهورية ورح يكون في كرسي فاضية ما رح يعني يتأثروا بهذا المشهد هل يحرك فيهم شي هذا المشهد نعم ما بحرك لأنه المفتر الذي كان يحرك هو احترام الاستحقاء يعني بمعنى حضور إلى الجلسات تشكيل تأمين النصاب وإجراء الانتخابات هذا خلنحكي إذا كان عليهم مسئولية المسئولية منى أنه اليوم هي التزام ديني أو وجدان ماروني هي عليهم مسئولية عليهم واجب يحضروا اليوم ملفتة هلأ ما بعرف لحد هلأ مين بده يحضر بس ملفتة إذا كان فيه نواب اللي هن عم بقولوا أنه حارسين على الطريفة واليوم جايين يحضروا الدهس وهذا حق يعني وأنه يكونوا هن بمنطقة بعد عدة أمطار يعني عن مارس نواب كأنه يغيبوا وما يأمنوا النصاب لأنتخاب الرئيس يظهروا من الكنيسة ويروحوا على لا لا مش هكي القصة سيد باسلام اليوم مش قصة عفروا إذا حارسين يعني عن تخاب رئيس الجمهوري أنه نقول اليوم يعني بدون يعرفوا هن وين رايحين بدون ينوجدوا أنا مني عند نظرية أنه يعني مبارح لفتني كلام قيله برزاني بحديثه لأسيز غسان شربل بالحياة أنه كيف أنت فيك تكون صديق قاصم سليمان وصديق جون كيري مهمة يعني هي كصورة مهمة بس طبعا ما أمقول أنا المسيحية يكون نعم وعن بيواجه العدو ذاته أنا أنا مش مطلوب يكونوا المسيحيين بهذا الموقع يعني بهذا الصراع الموجود بالمنطقة بس أقل شي رئاسي هي جزء من الضمانة لوجودهم اليوم بس كون فيه رئيس مسيحي رئيس ماروني أنه هن مطمئنين اليوم وصارتها بالسابق اليوم صار فيه رؤسة السابقين بعد الطائف ما تطمنوا بالعكس تهجروا وفلوا واتعرضوا لانتهاكات نتيجة بظل رؤسة السابقين أنا عمقول أنه لازم اليوم يشعروا يعني يشعروا أنه عليهم مسئولية تجاه البعض منهم مش قصد أنه اليوم إذا شخص نايم بتكتل ما فيه يحكي لأنه رئيس التكتل عنده التزام أو عنده حسابات فيه مسئولية على المسيحيين بالحفاظ بتأمين حماية الأجيال المقبلة اليوم الرئيس جزء مننا رئيس جزء مننا بس اليوم فيه مرة فيه طواقف أخرى أنه ما عندها رئيسة جمهورية بس إذا توجد حالة بالمعادلة هو المهم كيف تحط استراتيجية حيوية للإستمرارية للتواجد بقوة بمجتمع أنت اليوم عم تتعرض فيه بعدة مناطق لنوع من ما يشبه الاتهاد الفكري مثل ما صار بموقف خال الظاهر من هون أنا عم بقول أنه لازم يكون فيه رؤية موحدة لمشروع موحد اللي هو كانت عملته بكلك وإن كان اليوم فيه هكي فيه إشكالية بالعلاقة بين كتير قوة مسيحية وبين بطيار كراعي إنما مطلوب على القوة التانية هي عم بتنادي بالحضور المسيحية عم أذكر إذا بكرك إيه عم أقول أنا اليوم بإجراء يعني الدخول الوجود على مسيحة الوطن بحضور المسيحية اليوم هيدا نوع من الشعر النستلجية يعني بس أنه اليوم تألص الوجود بس بما تبقى بيقدروا اليوم يكونوا موجودين اليوم لاش فيه نظرة موحدة يعني عند المسيحيين حتى يكونوا يعني يعملوا يلي عم تتمنى حضرتك يعني هذه النظرة الموحدة أنا مش عم بتتمنى مش عم بقول إنه لازم تكون موحدة بكل شي بس ولكن الهدف الاستراتيجي لبقاء المسيحيين في لبنان هل هو موجود عند كل هذه الفرقاء أنا مثلا ما عم بتمنى هذه الدراسات عملت ونفعت عملت من مجموعات طلبت قوة مسيحية من أشخاص وملتزمت فيها يعني أنا ما عم بيحكي تمانيات ما نعملية شعر وشدانيات أنا عم بقولك إنه القوة المسيحية هي بزيتها عندها قراءات وعندها بس لأنه بتكلفها جهد ومترتبات وممكن ببعض الوقت تنازعها مع الفريق الآخر دربت الفريم ما كفت فيها لأنه ما بدأت تصطدم مع الآخر عبوري بحسابات رئاسية تخلت تخلت عن مسيحيتها عن مسؤوليتها المسيحية نتيجة الغابات رئاسية بس نتبه يعني اليوم في جزء من القوة المسيحية يرى أن المصلحة البعيدة المدى تكمن بالتحالف بينه وبين حزب الله فريق آخر يرى أنه كمان هذه المصلحة تكمن بالتحالف بينه وبين تيار المستقبل المسيحيين وصلوا لدرجة أنه يتهموا بعضهم بدعم الإرهاب يعني قوة 14 أدار تتهم العماد عون بأنه يدعم حزب الله وتصفه بالإرهاب والعماد عون يتهم قوة 14 أدار بأنه تقف كمان مع الإرهاب السني طيب اليوم اليوم فيه مؤسسات إلى هذه الدرجة الخلافات كبيرة اليوم هيدا موضوع موجود وعم يحكوا فيه وعم يتهموا بعضهم بس هيدا الموضوع عم يدبر وعم يزير وعم نسمع بعدنا عم قالك أنه من جمعة كان فيه تباين بين مواقف بظل حواء قائم بين التيار والقوات بموضوع نظر لتنسيق مع جيش السوري جيش الأسد من هذه النقطة أنا عم بقول أنه فيه خارجها ينعمل يعني اليوم تصور أو يترجموا التصور اليوم وين فيه حقوق للتصور هيدا ممكن يترجم مع وجود يعني بظل حزب الله والمؤسسات اللي هو مسيطر عليها كذلك لازم يحكوا فيها وين فيه وجود لتيار المستقبل بحقائي بهو كمان مستلمة كمان أو الاشتراكي أنا عم بقول غيبين يعني عم بحكي بالوعل أنا عم بحكسه مش عم بحكي كلام بالهوى عم بحكي أنا حاكي معهم فيه أنا حاكي مع المسؤولين قيللهم أنتوا عليكم مسؤولية بقولوا مش أنه بقولوا لا بقولوا لأنه عم نسعى وعم نسعى بس بتطلع أنت بتلاقي بحركتهم بتتابع العب ينسقوا معهم من مراجع الجانبية تلاقي ما فيه اهتمام لا ما فيه متابعة أنا هيدا بقولوا بيقدروا هذا موضوع النقاش السياسي بيقدروا يعني بقع جنب بس يكونوا موجودين بعدة وظائف بعدة حضور بالدولة ما عم بحكي بموضوع سطحي طيب لاش ما عندهم هذه القدرة مثلا على الحفاظ على المواقع المسيحية بالإدارة لاش هذه القدرة مش موجودة لاش سبب طلب جهد جهد بالطلب بالمطالبة وما بدهم يكونوا بحالة تماثم مع الآخرين يعني ما بدهم يبينوا بعدة بإظهار حالهم متمسك بالمطالبة المسيحية كلهم بيطرحها من بعد مسيحة وطنة طيب ما الكل موجود عندهم هذا الموضوع يعني اليوم السنة متمسكين بالمقاعد والمراكز السنية والشيعة كذلك والدروس كذلك ليش إذا المسيحيين يعني تصرفوا بهذه الطريقة رح بيقولوا عنهم مذهبيين ورح بيقولوا عنهم ما بعرف شو جزء مننا إلا علاقة باللعيس وجزء مننا إلا علاقة بقانون الانتخاب اليوم ما فيك تنكر أنه قانون الانتخاب يقولوا دور بتحرير أنه بالمسيحيين يعني بإظهار من التأثير السنة أو تأثير الشيعة أو تأثير الدوزة ما هي كمان إلا تأثير مشان هيك اليوم عم بتكون العملية من بيب مراعاة الآخرين والتخلي عن حقوق المسيحيين بوقت أنا عملك أنه اليوم المجموعات قوة المسيحية أو القادة المسيحيين بدون يعنى مزعمة بمناطقهم على بعض الفعاليات وعلى بعضهم بس بوقت هن ما بمارسوا هيدا الدول بمارسوا جبلات بمارسوا سعد الحرير أو بمارسوا نبيه بري نبيه بري ما خيش اللي يقول أنا باللحظة ما سأتقل أنا خيحريص على طايفتي إذا حدا غير يريده أنا بدي وما هو حق بهذا التركيب لأنه ما قدر عمله دولة لاش إذا المسيحيين قالوا هذا الكلام يعتبر يعني كلام لا مسؤول أو لأنه أنا ما عمقول إنحكى بالطريقة لإلفية النائب جملات مثلا إنه بالطريقة المباشرة بس فيه مجال يقولون إحنا بدنا يعني أنا هكا عمقول أنا عمقول فيه محلات أقل شيء ما يكونوا مغمضين عندنا عن الإطاحة ببعض الموجودين ببعض المؤسسات حضور المسيحي بيظل تفرجهم ما قال لشيء بتبلش من الحفاظ على ما تبقى تتوصل بعدين لأنه يعني اليوم بدي أقول لك شغلية التيار الوطني حليف مع حزب الله والقوة والكتائب حليفة مع تيار المستبت مع المستبت بدي أقول إنه حلفائهم ما كانوا بالزمن السابق بالسلطة طيب اليوم هني عليهم يقولوا نحنا باللحظة غيبنا عن السلطة أنتوا أخذتوا جزء من حضورنا اليوم نحنا بدنا وإن كنا تراجعنا نتيجة هيك الزمن اللي فيه نظام أمن وهجر المسيحيين نحنا اليوم بدي يكونوا صارحين اليوم ما بتشوفها ما بتشوف الخطاب اللي فيه عنفوين مسيحي متراجع ما عمقول أنا يروحوا على تقصيم ما عمقول لي عمونه يخلقوا مذهبية عمقول لي اليوم العنفوين اللي بيحكوه بالدنيا لازم يتجم بالإدارة بحقوق لأنه الإدارة الملونة الإدارة اللي فيها المسيحيين هي مطلب لكل القوة عم بقولها حسن نصر لو عم بقولها سعد الحليل عم بقوله والجميع بكركي عم تحول تلعب دور بهذا الإطار بكركي عم تحول تلعب دور بهذا الإطار بكركي بعتقد ببعض المحلات غلطت بس كمان قبل ما تابعنا بياك عم نشوف يعني صور تأتي مباشرة من كنيسة مرمرون بالجميزة بلق عدد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية بالتوافد إلى هذه الكنيسة للمشاركة بقداس عيد مرمرون الذي تحتفل به الطائفة المارونية في لبنان إذن هذه الصور تأتي مباشرة من كنيسة مرمرون في الجميزة تفضل خلصنا الفكرة خلصت بكركي قلتلي مش عم تقدر تمارس الدور اللي هو محرم يسمع لها بكركي بدا تمارس من خلال أنه القوة السياسية ما فيها تطلب طلب يتعدد مرات وكان فيه فول من قبلها بكركي عمليت فول طلبت فيهم بالسياسة طلبت منهم بالإدارة ما هو بالإدارة على القوة السياسية يعني أصلا منا وقفة على الأب خضرة أنه يروح هو القوة السياسية عم نفسها نقول يا أسر بس الرابط المارونية وين فيه مجموعة فيه إطارة بين عمل يعني غيب عفاك الرابط المارونية مع من لك فيه إطارة بين عمل فيه إطارة بين عمل أنه لمطالبة اليوم إذا اليوم فيه اليوم إذا متفقين على تعيينات صحيح الـ 24 فيه إشكالية بالموفا بس إنه بتفقوا أنه اليوم إذا هذا الفرق بدنا نأمنه بتفقوا يعني بدون نحدده أحجامه نحدده أدوار نحدده يعني العودة إلى المؤسسات بهذا النوع أنه أنا بدي أوصل بعدين بعين على إياسي وهلأ ما بدي أطلب شي كما كمان يقولوا أنه أنا متطلب وأنا عند الخلفية المسيحية هذا نوع من الزمية عم يمارس من قبل القوة المسيحية طب خيروا على محل تاني يعني اليوم فيه استحقاقات كبيرة يعني بيواجهها البلد حكينا بموضوع رئاسة الجمهورية بس كمان يعني فيه خطة أمنية ستنفذ بالبقاع الشمالي بخلال الأيام القليلة المقبلة في المواجهة المستمرة مع الإرهاب على حدود عرسال وراس بعلبك والتهديدات الإرهابية للداخل اللبناني وفيه كمان أيضا المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وهذه كلهم استحايات كبيرة يعود كلهم مواجهات كبيرة لبنان قادر أنه يواجه كل هذه الأمور بيظل هذا الجو السياسي هون مبينة أنه مبينة فيه عدة يعني مسارات فيه مسار كتير واضح المسار مواجهة الإرهاب مبينة أنه فيه أكس واضح رئيس الحريري رئيس تمام سلام الوزير المشنوق حتى الوزيري بطريقة غير مباشرة المولير عمق الأمن داخل اللواء بصبوس والعميد عمات عسماء ما ذكرت الجيش الجيش عم بيقوم بدور كتير خلينا بلش اوكي نحن بلش وهذا الفريق لوره أساسي عم نحكي برمزية أبو يعني برمزية الأسماء أنا عم بحكي كطيفة سنية كطيفة سنية أنه اليوم هني أخديني يعني اليوم عم بيكونوا قدام نارين نار حزب الله اللي هي أدت إلى قتال يعني نتيجة قتال بسوريا والصراع السن الشيع اللي هو بيولع الوضع بالمنطقة أو باللبنان وأدى إلى يعني وجود حالات بالداخل اللبناني تكفيرية ومتطرفة وعادة هذا المجموع بدون لما وبنفس الوقت في المجموعات الإرهابية اللي هي عم تباين بهذه البيئة كمان على هذا الفريق أنه يضبها يعني أولا في مواجهة كبيرة على الطائف السنية اليوم هي بتحمل نارين يعني من حزب الله وكذلك من الإرهابيين هذا موضوع لوحده إلى حد ما مرتبط بالوضوع الإقليمي لأنه ما فيك تعالجه طالما حزب الله عم بقيتت بسوريا ممكن من شهر كان فيه عملية تام بجرامية تام ببعا المحسن أو جبل المحسن ممكن يبين مع الوقت غيرها والقوى الأمنية هي يعني مترقبة لهذا الوضع أنا عم أقول القوى الأمنية كلها بحالة جهوزية يعني تمنا نقول أنه غيابنا جيش الجيش اللبناني طبعا يعني في في مشهد واضح لقدر الطوات تقديمات عم بقدمها من شهد للدفاع يعني لحفاظ على البلد ومن ثم مواجهة الإرهابيين يعني فيه مجموعة إرهابيين هو عم بقدر اليوم بالحد الممكن عنده من مواجهة بس مش هيدا النقطة نحنا عم نحكي نقطة أنه اليوم البلد هل ممكن عزده عن المنطقة اليوم عم بصير فيه حركة حوار جيدة بين حزب الله وبعن تيار مستقبل وحركة قدت إلى حد ما إلى إخراج لبنان يعني إذا حد هلاني من الثون المباشر يعني من النار المباشر مع أنه لا نادر حغيري عنده فريال تايحكي ولا أنه هذا المشنوع عنده قلوية تايحكي بمعنى كلهم عم بيصيروا بالشارع السنة هؤدي بالنتيجة هنه مرتدين يعني هؤدي ضد طيار المستقبل عم بحيولوا يخلقوا مشهد عام أنه البلد بأمان فينا نأمن مناخ للمستقبل فينا نتعاون يعني بالآخر ما هنلي في منهم بموقع المسؤولية عم بيقوموا بواجبتهم بهذا الموضوع بس أنا عم أقول اليوم ويمكن عم ينجحوا بهذا الموضوع مثل ما قلت لأنه بينتميوا إلى هذه الطائفة السنية وهذه الأمور تحتاج إلى تغطية من هذه الطائفة هذا عم أقول لك أنه هادي فيها فيها مخاطرة لأنه هود المجموعات هود الأشخاص السياسيين والأمنين مهددين من هادي البيئة أكثر من غيرهم صحيح أنا عم أقول هيدا النقطة الأساسية أنه هيدا النقطة هي مولع اليوم الوضع بالبلد يعني هيدا الموضوع اللي له علاقة بالأزم السورية وتدعيتها جزء من تدعيتها أو انعكساتها على الوضع على اللبنان هو قتال حزب الله بسوريا وما عم بشكل من ردة فعل طلعت القصة بصدر الجيش اللبناني أنهو بالنتيجة عم بيواجه يعني تمدد هالمجموعات بالباع الشمالي عم بيواجه بجرود عرساله عم بيواجه بجرود راسب عرب طبعا عم بيواجه يعني إذا بدنا نروح هلأني نقول أنه نروح أكتر نروح بالموضوع التوصيفي أنه إيه اللي وقع عباس إبراهيم واللي وقع جورج أرعى والأجهزة بالوقع الأجهزة حتى بالظل غياب رئيسة الجمهورية عم يشتغلوا عم يشتغلوا خلنا أعطيهم حقهم إنما هيدا أمور صارت عم يشوف بأوروبا وبفرنسا بأجهزة بدول عند أجهزة يمكن أفعل من أجهزتنا وعند أمكانية أكتر وعم يصير فيها عم يصير فيها خروقات هيدا الموضوع مرتبط بمناخ سياسي اليوم ادروا إلى حد ما ما بعرف إذا يعني المستقبل عم بيأمن عم بيترجم مقولة خزوة طالب أنه أخذ اليوم موضوع المشهد العام للصور أنه عم يقدر اليوم يكسب أشوه هذا أقصى ما يمكن تحقيقه هذا شكلي أنه هذا شكلي أنه عندك موضوع التاني السراية والموضوع التاني الموضوع التاني تتعلق باستراتيجية حزب الله هذي يعني مش مدرحين للبحث هذي مش مدرحين بالأساس بس أنا عم أقول أنه عم بحاول أنه اليوم ناخد هذه الصورة من نريح البلد منفجي أنه مبقى في مظاهر مع أنه هو اللي عم يعمل عملية انتحارية مش لأنه شايف صوت السيد حسد نصر الله ببيروت أو صوت رئيس بريس توفز لأنه عم بيشوف براميلة عم تسقط على أبناء السنة بسوريا أو بغير مناطق يعني هيدا اللي هي عم تولع أبعد من قصة الصور إنما هيدا اللي عم بحاول هن يضمون يقولون نحنا عم نعزل لبنان ليصير في مواكبة يعني لملايقات حدث خارجي ننتخي برئيس أو يصير في تهدئ يعني هدوء يعني حل الأزم السورية هيدا اللي صير بالموضوع اللبناني من هون موضوع الإسرائيلي موضوع الى حد الملك اللي عم تحكي عنه بالأزمة ككل يعني هل إنه مثلا إسرائيل يحتقبل بأي اتفاق مرتقب بين إيران وبين واشترا أو بدأ تعطل أو بدأ تعطل هل إنه ممكن تعطله هون فإذن صارت المعركة بعدت مسارات إنه كيف ممكن الترجمة هل ممكن إسرائيل فإذن ترجمة بفتح معركة بجنوب بشبعة يعني تحت شعار إنه هي بعد ما بدأت انتائم أو بدأت رد هذا موضوع مرتبط بمعادة لأوسع مرتبط بمدى قدرت أمريكا أنه تطور ردة فعل أو حركة إسرائيل الاستباقية إذا نتنياهو كان بده يلجأ لأي حركة قبل الانتخابات لأنه اليوم بين نتنياهو بين الرئيس الأمريكي أوباما كثير الأمور مسكرة ويعني حتى في معطيات بتقول بين بالإعلام الأجنب الأمريكي إنه إذا بيعد الرئيس أوباما يوصل غير نتنياهو ما بيكون يعني ما بيكون خسران بيعتبر إنه هذا سكر كل الحلول بموضوع السلام بالمنطقة رنظيم بس كمان بالمقابل هل إيراني يقبل بأي اتفاق شو ما كان هذا الاتفاق النووي برغم من كلام خامنائي يعني بس بيقبل بأي اتفاق شو يقبل بأي اتفاق كمان أنا كمان بشوف نقطة هون بيرح إلى وزير خارجيتهم إلى وزير ظريف بميونخ إنه كمان إنه تأخير مش لصالح حدا هو السؤال إنه اليوم إيران صارت بالوضع المنطقة يا سيد باسام مثل الشيخو خمانت واحد يتقدم بالعمل ما بقى تقدره لورا يعني فرغ حالة بالمنطقة ممكن إلى حد ما إنه إذا صار في تسويب المنطقة يحطه ميك أب يعمل الواحد بوتوكس إنه ما بيين إنه هو بمهلهل بالجسم بالشكل بالوجه بس ما نتيجة إنه وجدت يعني هو السؤال وجدت بس كمان طعاني إيران لأ طيب هذا السؤال ما هو مرتبطة اليوم بالطرف الآخر إنه إداش فيها تكفي إيران ما هدا عمل لك إنه بس إلاك الشيخو خلينا رايحة لقدام ما فيه كمان سرعة بتوصل لنتيجة سلبية بالإنسان بس كبير بالعمر مشان هيك إنه إداش فيها تكمل بهذا الوضع نتيجة العقوبات نتيجة الموقف الأمريكي المتشدد بالمعلومات اللي بتقول وقت يجتمعوا عم يجتمعوا بسلطنة عمان عم بيكونوا الأمريكان متفقين مع الإيراني إنما عم يختلفوا على التفاصيل مبدأ التفهم إنه ممنوع يسقط عندهم فيه أناعة عندهم ما فيه رغبة وهيدي هيدا قرار موجود حتى عند الفريق اللي هو الجمهوري بأمريكا إنه لازم نتفق مع إيران هلأ بتطبط بمدى إيران قدرت وصل لحفة الهاوي قداش قدرت تعلي سقفة أو لا هيدا النقطة الأساسية عم نشوفه نغوصل وعنده كمان تصريح يبدو بحفظة فينا اسمه التصريح اللي عم بيقوله حرص الليبناني ودعاة إلى انتخاب رئيس حكومة إلى تشكيل حكومة واليوم بدأ إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت يعني مرمرون شفيع الطيفي لكن شفيع الجمهورية هو رئيس الجمهورية وعلى جميع مسؤولية تنفيذ تطبيق الدستور وانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن دون مماطلة وعدم أزف الكرة من مال لمال هيدا استعاق مسيحي أو هيدا استعاق مش مسيحي لأ هيدا استعاق وطني وما عايب ندعي السفرة مالآخر لأنه انتم تخبروا رئيس ساعتها يمكن من المعيب أنه هن يتدخلوا لحتى انتخب رئيس كل عام أنت بخير هل منصوب التفاعل والأمل كبير لديك بمعطيات إن شاء الله شكرا يعني عم نشوف رئيس جمهورية السابق يأتي إلى الكنيسة اليوم المشاركة بالدس مرمرون وعم يتمنى أنه يكون في انتخابات وعم يتمنى أنه كمان ما سيكون فيه تدخل للسفرة وهن يفرضوا انتخاب رئيس الجمهورية هلأ يعني ميزة الرئيس سلامان أنه بوقت كان عم يعمل التمديد لأله هو ما كان بده التمديد يعني مرأة يعني كان نغفض وما كلف البلد دم متما عمل يعني التمديد وقته لرئيس نحوض وما رتب عنه من اغتيال لرئيس شاهد رفق الحرير وما ثم دخول بالسلسلة من إجناب البلد يعني في نقطة يعني إيجابية أنه ما بيّن وبالواقع ما تحرك رئيس نامان لهذا الموضوع كان حتى قال البطرق الرائعي بإدريس مارشار بالبعناية أنه هو كان عم يسعى أنه يبقى رئيس نامان هيدا نقطة إيجابية بعمل ديمقراطي بس ما رئيس نامان كمان هو تم إنتاج انتخابه بالدوحة بتفاهم دول لأقليمه أمريكي يعني هذه التسوية قاتت بعد أحداث أمنية صارت بالبلد وسقط فيها عشرات والقتل والجرح السبق موجود من قبل ما رئيس الهراوي وكذلك الرئيس نحود كمان إجا يعني بتفاهم بالنتيجة بتوجه أمريكي سوري بس ب بتفاهمات جانبية أنه فيه مصطحة لأله لما بممكن الرئيس بلبنان يوصل خارج إطار التفاهمات يعني خارجية وأكتر خطأ بس يعتبر المسيحين إذا بترجع قبل الطائف هو عم بيقول الرئيس لمن أنه هذا مش استحاق مسيحي هذا استحاق وطن هيا عموله حتى قبل الطائف يعني وكانوا بعضهم بوضع أفعل المسيحيين ما كانوا هن يجيبوا الرئيس كان يوصل بدعم بغطى إسلامي بتحفيز لأسماء من الجانب الإسلامي اليوم الحركة المسيحية ما رح تقدي لأنتاج رئيس مشان هيك اليوم هي بتروح على بعض أكبر وبعتقد هذه العلاقة بوجود حراك ممكن يؤدي لأنتخاب رئيس من هيك بيعتقد أنه بدأ يطلع الكلام عن أنه الدور الرئيس الوطني والحاجي له يعني النائب جملات من جمعة تانية كان قيل متمسك بالنائب واني حلو تذكر هكي عمل على تويتر أنا متمسك بترشيحه والنائب واني حلو بعد جمعة أنا متمسك بترشيحه اليوم الخيار الوطني طبعا يعني رئيس طوافق طبعا يعني 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 يقدم شوية وكل فرق يقدم شوية يعني بيجي الرئيس كلهم مساهمين فيه إنه هذا المنطق رئيس الطوافق بس هذا المنطق ما الكل بيقبل فيه عمد عون ما بيفض فيه ما بيقبل فيه طيب وهذا حق له ما بيقبل فيه بس إنا عميحكي بالحق وبالواقع الوقع بالبلد إنه عم بيصير هيك مش إنه لازم يصير هيك الحق للعميد أنه هو الرئيس كتلة أوراية كبيرة وحقه بموقعه كزعيم مسيحي يكون رئيس الجمهورية بس هيدا عنده معبر يطمن فرقاء آخرين اليوم يقنع القوى المسيحية بأول سمير جاجع يقطع بمعبر يطمن الآخرين أنه يكون رئيس الجمهورية هذا الحق مكتسب عنده بس المعبر هو اللي فيه يعني ألغيم هو حاططها بأيده نتيجة موقفه ما بعتقد أنا اليوم تقديري أنه بموقف طيار مستقبل أو بالعلاقة اليوم الإقليمية القائمة بالمنطقة أنه العماد عون يكون رئيس بالموقف العمي يعني كان مفترض أقل من وقت ما بدأ حواره مع رئيس سعد الحرير يكون حاطط ما يقول يوم عشية العيد يكون حاطط ما يتراجع عن موقف أو يتخلى عن تحالف هذا موضوع يتعلق فيه يكون عنده مرونة أنا كرئيس فيني يكون بهذا المسافة لكن رئيس الأسد بمفهوم السعوديين ومفهوم الرئيس الحرير وطيار مستقبل وأبناء الطائفة السنية هو المجرم أن عميقته الأبناء الطائفة السنية يجي اليوم رئيس المهورية يكون مقتنع بوجوده أو معتبره أنه منقذ هذه الأمور تشكل نقطة كثيرة تقيلة على عبور العماد عون نحو الرئيس بس كمان العماد عون يفوت من هذا الباب أو من هذا المنطلق من القول بأن هذا التحالف أو هذا التأييد للرئيس السوري بشار الأسد وهذا التأييد لحزب الله للقتال في سوريا هو الذي يؤدي لضرب هذا الإرهاب الذي يتهدد المسيحيين والمسلمين وأن هذا الخيار هو الخيار الصحيح بينما الخيارات الأخرى التي أخذها بعض اللبنانيين والأخذتها الدول الغربية كانت خيارات خاطئة اليوم هناك دعوة من قبل الرئيس الأسد أنه نحن نواجه الإرهاب وقفوا معنا أن نواجه هذا الإرهاب واليوم هناك حرب على هذا الإرهاب وضع دينا على داعش هناك تلك أمريكي مباشر واضح من الرئيس أوباما عندما ترك الرئيس الأسد بدون إطاحة فيه يعني لو دعب المعارضة السورية المعتدلة كان ما خلق هذا الإرهاب في سوريا وفي العراق ما كان في بعض ظروف لما كانوا إسرائيلية اليوم بعضهم مش قابلين بالإطاحة برئيس السوري وإذا بتتذكر من عشرة أيام شو قال لرئيس الأسد بفورنز أففير لمجلة فورنز أففير قبل عملية العملية لحزب الله ضد العدو الإسرائيلي وقتل فيها اثنين سألوه قبل بيوم إذا ممكن يصير في عمليات من الجولين وإذا العملية السورية مسؤولة عنها قالوا أن نحن من 73 لحديد اليوم أعطينا أفضل صورة عن اتفاق أنه نحن منحفظ الحدود وأنه نحن ما بنعمل خرق للاتفاق يعني هذه الحماية المأمنة لإسرائيل هي مخليته يبقى كاربية لحد اليوم عدا عن أن نصعب بخاتر عملاء هو بيقول جبهة النصرة هي عميلة لإسرائيل وتسعبت مقال السيد حسن نصرال لإقامة حزام أمني بمنطقة الجنان ولذلك اليوم القتال هو ضد النصرة أنا أشوف النصرة باعش بمعنى أنا أشوف المجموعات إجرامية حتى الوزير وليد المعلم يقول أن المقاومة الشعبية بالجولان ستكون ضد النصرة يعني يبلش يترجم يعني ما بدأت هنا عم برهن أنه يحطوا دروس بوجه النصرة بالمنطقة هنا يعني هذا الموضوع عم بتحرك لأله نائب جمبلاطة إخراج الدروس من الواجهة وبعتقد عم بيصير فيه تفاهم بينه بين الوزير ويموهاب بهذا الموضوع أنه قد ما فينا نخرج الدروس من المواجهة لأنه المخابرات السورية عم تستعملهم لإستعمالهم برج النصرة من هون أنا عم برجع والنقطة الأساسية بموضوع النظام السوري مسئولية الأساسية هي على واشنطن وعلى أوباما تحديدا لخل هذا الرئيس خلل رئيس أسا دبقى ما أدى إلى يعني ردة فعل المتطرف الإرهابية إجرامية هي ولادة داعش يعني هذه القصة هي نتجة عن الدور الأمريكي المقصر في سيحة النظام لأنه اليوم انتركوا عالم يكلوا خبيط وينقصفوا ويتولعوا ويتدبحوا وإذا تذكر كانت أول السورة السورية يفرجوا شبيحة كيف عم يدبحوا واحد أو عم يقول شوريا بدأت عندهم يعني داعش هي وهم سقفة واحد اتنينتهم المجرمين طبعا داعش هي أكتر لأنه كل عنصر بداعش هو مشروع مجرم يعني هناك عسكر يقاتل فيهم يستعملهم فإذا القصة مرتبطة بالنظام اللي قال لهم مصلحة في الخارج هو يقدر يقول لهم اليوم أنه أنا بشكل بديد هل هم سيقبلوا فيه عام هذه الصورة استفاد بنا جزء من اللبنانيين اللي هن متحلفين مع الرئيس الأسد استفاد بنا العماد عون استفاد بنا حزب الله لا يقول للمسيحيين هذه الخيارات التي أخذناها هي خيارات صحيحة ولا يقول للمسيحيين لو لا من قتال حزب الله في سوريا لكان اليوم داعش من دروان بجوني وغير جوني رأي حزب الله على سوريا قبل داعش يعني داعش هي ولعت كمجموعة تكفيرية المالكة ونشوف كمان رئيس الحكومة وصل هناك ردة فعل على هذا الأساس هذه ردة فعل هي مش من ضبطة ما عندها أفرق ما عندها حدود ما عندها ضوابة عقلية راحت على هذا المنطق الهمجين اللي اسمه داعش مش معناتها داعش مبررة أنا عمقول انه انترك السوريا وقت انترك السوريا بدو يصير هذا الوقع اليوم إذا هون بمنطقة عندهم بمفهوم الجهادة انه بروحوا على الأعمال الإجرامية الإرهابية هذا لأنه انترك الأسد لو الأسد بلحظة من التفاهمات قدروا عملوا تسوية بديلة عنه وكانت مطروحة كان بعتقد الوضع أفضل من هك وكان سوريا بغير وضع بس اليوم هذه الصورة التي تتحدث عنها بسوريا لا تنحكز على الواقع اللبناني وهناك أطراف تستغل هذه الصورة خالص على رئيس الحكومة ما يجي ويلبيها وخصوصا بحلة وطنية هو بيحرص على يديه يعني كمان كان في تصريح لرئيس الحكومة دائما رئيس الحكومة تمام سنان بيحكي بلغة إذا بدك جامعة شاملة بلغة وطنية إذا فينا نوصفها يعني هو ما يقبلوه المورني أنه الصورة عن رئيس التوافق المقبل يعني أنه بيوفق لا هو بطبيعته إذا هل المورني يقبله ما لم يكن رئيس جمهورية حاليا يعني لم يكن يقبل الصورة التي تعطيها عن الرئيس تمام سلام لا نحن نحكي أنه يريد التوافق لأن رئيس تمام سلام هو شخص طبيعته منفتاح يعني بقدر خصوصيات لكل الطواقف مرن يعني بيسعى الحلول السلمة هذه كلها بتلعب أدوار يعني البيئة الشخص بتلعب دوار يعني بتفرض نهج سياسي بالتعاطي مع الملفات السياسية واللي عم بتواجهها البلد يعني هذا جزء من الخلفية من الزهنية بس عم يكون عنده بعض الصعوبة أو بعض الملاحظات اللي عم تكتر على الأداء الحكومي يعني رجح هذا الموضوع يطرح كيفية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء عم بعين الرئيس تمام سلام من هذا الموضوع هلا عم بعين النتيجة هو رئيس حكومي بده يتحمل كمان يعني مش معقولة أنه يكون يعني عم بعين ويكون مسؤول معلومة مسؤوليات طبعا اليوم القوة السياسية بدون رأي السلطة يعني ما فيه ما فيه ما فيه الموحدة أكيد بده تأثر هذا المنطق أنه 24 وزير كانوا بدوا يختزلون بسبعة تيسيروا يعني عنهم هذا ما بتركب دائما أنه منطق ديمقراطية ليش ما بتركب يعني اليوم استلسيموا اليوم الدستور بيقول كيف تتخذ القرارات بمجلس الوزراء أنه في بعض القضايا يلي بده إجمع بده لا ما بده إجمع بده التلتين بده عمول بده التلتين مجلس الوزراء ما بحق له يصوت اليوم المسألة المشكلة بكيفية إصدار هذه القرارات وممارسة صلاحيات رئيس جمهورية بإصدار هذه القرارات المشكلة ليس لازمة تكون باتخاذ القرار يعني اتخاذ القرار يجب أن يكون يا بالتلتين يا بالنص زائد واحد بس استاذ بس أنتبطعت أنه يكون في تنقل مسوم ويزارة بدنا نضطر نوقف الحلقة لأن القداس بدأ في هذه اللحظات بكنيسة مارمارون في الجميزي نعيد عليكم نعيد على الجميع وننتقل مباشرة إلى كنيسة مارمارون في الجميزي